السلام عليكم طلاب اليوم نبدي بالمحاضرة الرابعة اللي هي تحتيلي عن الكلاسات وخصوصا كلاس وان فبالبداية انه انا اكو شرح بداية الملزمة بما انه انا فصلت بالتفصيل بالمحاضرة الاولى والثانية او بالمحاضرة الاولى عفوا فما عدت احنانه لانه اذا انا اعيد فمن طبعي انه اعيد شنو بالتفصيل وكلمة كلمة فهيتي حنتأخر كلش فالشرح اللي بالبداية كلي هاته انا شارحته بالتفصيل بالمحاضرة الاولى الجزء الثاني تقدرون ترجعون تشوفونا واكيد انتو اذا قارن المحاضرة الاولى حتى ما يحتاج ترجعون اصلا تشوفونا فنيجي هسا على شنو معناته هنا معناته هسا انت شنو سويت سويت كافتي بربريشن حفرت السن عندك وسويت كافتي جيت تريد تحط به شنو الحشوة زين شنو الوبجكتف مال هذا الكافتي اصلا انت ليش جيت تحفر حتى ف الوبجكتف انو انت ترى التسوس هو اصلا مرض يعني هسا احنا عندنا الإنسان اصيب امراض اوكي اصيب الجسم مرض امراض فالسن هو بحد ذاته فد كائن او فد شي دي يصيبه شنو يصيبه امراض فالتسوس اللي يصيب السن هو مرض اسمه diseases حيصيب التشو مالة السن as necessary اني اريد اشيله كلش ضروري دي يقولك as necessary يعني ضروري انه انت او لازم عليك انه انت remove the disease tissue تشيل التشو اللي متضرر بالسن and at the same time provide the protection to the bulb يعني بنفس الوقت انه اني منشلت هذا التسوس اش سويت اني منعت هذا التسوس انه يوصل للبالب اكي طلاب هسا خلي اشوفكم صور عليهم احنا انا بار طلاب هسا اني هذا عندي هذا السن متسوس اني من اجيت راح احفر هذا السن فاني شنو دا اسوي دا اشيل التشو المتسوس التشو المريض اللي بالسن فهاي الهدف والobjectives من البربراشن بعد شوفوا طلاب هسا عملية الشون دا انشيل هذا الجزء بكل صورة انا دا اشيل لحد ما بالنهاية شلت كله التسوس ورجعت السن الى اصله زين هاي اول شغلة زين ذاني شغلة ليش اني اصلا على مود اسوي protection للبالب يعني شنو طلاب البالب عندي التسوس اول ما يبدأ يبدأ بالمينة اوكي يعني هذا يبدأ بالمينة هنانا بالمينة البعضاء بعدين يوصل للدينتن بعدين اذا بقه ما اتعالج فاكيد هيوصل للبالب فاني من اجي عندي تسوس بعد اواصل هنانا هذا الاحمر دا شوفونه واني اجيت حفرته كلياته وشلته منعت هذا التسوس يوصل للبالب هذا البيض والاحمر اما باعه هنانا طلاب اني هنانا ما عالجته لهذا التسوس ما حفرت التسوس وشلته تشوفون التسوس شوي شوي شون دا يوصل للبالب طخت قريبا بالبالب وهنانا اصلا وصل كلياته للبالب فشنو اني من شلت هذا التسوس هذا حميت البالب سويت protection منعته انه يوصل للبالب ويسوي يسوي له يعني نيكروتيك بالب اوكي طلاب فالغرض انه شوفو هسا هنانا هسا هذا التسوس شون واصل للبالب بس اني من احفر التسوس وهو بعده ببدايته حس شنو احسوي راح احافظ عليه هسا باعه شون شلته هنانا وحافظت على التسوس انه ما يوصل للبالب فسويت لفروتكشن اعتقد كلش انه طولت بهاي سالفة البالب بس يعني هو انه انا من راح اشيل هذا التسوس ما راح اخلي هذا التسوس يوصل للبالب وبالتالي ما راح يأذيلي البالب ويحتاج انه اساوي حشوة جذر وغير شي هاي اول نقطة واعتقد انه فهمتوها اه بعد شنو عندي عندي انه احافظ على شنو المارجن ما للحشوة وبنفس الوقت انا احددها يعني هزا انتو اذا تجون مسوي كافيتي سويته كافيتي فتحته سن تمام طلال خلنفرض هزا هذي هنايا انت كطبيب ما راح تباوع راح تقول انه انا يحتاج اخلي حشوة من انا الحد الحد هذا شوية هتقولون انه يحتاج اخلي حشوة زين اها ابعينك انت ما سويت لوكيت للمارجن للحدود ما للحشوة مو عرفت الحشوة انه هتيجي هيتش وهيتش يعني حددت المارجن مالتها حددت حدود الحشوة زين شو حددتها عن طريق الكافيتي اللي محفور عندك اوكي طلال انت عندك كافيتي محفور وعلى اساس هذا الكافيتي عرفت انه الحشوة راح تاخدها القد ماكو صورة هزا خلنفرض هنانا هنانا من باوعت انت عرفت هتقول انه انا راح اجيب هذا كل هالمنطقة المنطقة هاي كلها راح تاخد شنو حشوة فانت حددت تحديد الحدود مال منو الحدود مال الحشوة دي يقول لك لازم تكون يعني شن كونزربيتف معناته لازم انت تاخذ صح من السن بس اخذ باقل كمية بحيث ما يحتاج انه تاخذ كل سن وبالتالي ما حسوي كونزربيتف كونزربيتف معناته انه احافظ شقد ما اقدر انه احاول انت كطبيب تحاول تاخذ على قد التسوص على مو ديبقى التوث محافظ على نفسه معناته شنو هنا يا يعني اتأكد شكل الكافيتي معناته شن اكد شكل الكافيتي معناته اباوع انت على الكافيتي من سويت تحضير حتعرف انه هذا الكافيتي يا تراء صغير مثلا من تجي تحط الحشوة الحشوة ما راح تقدر ما راح تحطها كلها وبالتالي انت راح الحشو ماتك بالنهاية حتنكسر مثلا شبير او انت مثلا سويت اقل من 2 مليمتر المارجن الماته وبالتالي ضعفت السن او انه مثلا وين صاير المكان مثلا ناس صاعدة ناس نازلة بالكافيتي دا تباوع انه دا شوف منطقة صغيرة منطقة شبيرة منطقة صاعدة منطقة نازلة بالسن كل هذا يسوونه تأكيد شكل الكافيتي يعني تمام فدا يقول لك نصيحة انه من هسه اذا انت تسوي تحضير للكافيتي اوكي it should not be under the force of mastication of the tooth انه لا تخلي مثلا جو المنطقة اللي تتسلط عليها اقوى قوة مثلا من احنا دناكل الاكل حيصير على منطقة اوكي حيصير انه جهد اكبر جفد مثلا يرقع بهاي المنطقة انت لا تخلي مثلا الحشوة صغيرة بهاي المنطقة وبالتالي رأسا بس تتسلط عليها قوة الاكل رح تنكسر هاي الحشوة تمام يعني القصد انه انت من سويت كافيتي ودللتها للحشوة وسويت لها كافيتي وراح تحطها بالكافيتي بالتالي حتنطي مجال تسمح للحشوة بانه تقوم مقام السن تشتغل مثل وظيفة السن يعني تسمح بالوضع الوظيفة للرستوريتف من خلال الكافيتي انت اوكي انت من تقدر اصلا تحط حشوة اذا مشي للتسوس وتحفر وتسوي كافيتي تحط بي حشوة فبالتالي يقولك انه انت رح تنطي او تسمح للحشوة تقعد بمكانها وتأدي وظيفتها بالسن هسا نجي على الستبز ان ذا كافيتي بربريشن هذني الستبز او هاي البرنسبل طبعا اذا تريدون تفرقون بين الطبيب الناجح وبين الطبيب اللي اصلا متعبان على نفسه من تروح يم دكتور بالعيادة هتلقي الدكتور بسر نطبق هذني اوكي الطبيب الناجح واللي صدق يعني يتعبان على نفسه ويريد يطلع شغل ويريد يطلع مجهود ويريد يحلل فلوسه يعني يشتغل بهاي البرنسبل الموجودة هنا يعني هسا انت رح تطبيب اسنان وثاني يوم جيت من طبيب الاسنان لقيت الحشو ما تكون قاعد فمعناته انو طبيب بالاسنان عفوا واحدة من هذن الشروط اللي موجودة البرنسبل اللي موجودة هو من طبقهن فانتو ان شاء الله اذا رح تشتغلون بالمختبر او حتى بالعيادة في يا راية هذن شنو تطبقوهن واحدة وراء الثانية وبالتسلسل وهزا حاني شرح من واحدة وراء واحدة البرنسبل اللي عندي انو Outline Form Resistance Retention Convenience Removal Of Remining Carries Dentine Finishing Of Enamel Walls And Margin Performing The Toilet Of The Cavity Toilet Of The Cavity هزا نيجي على الكلاس وان انا احنا عدنا ستة كلاسات تمام طلاب وشرحت لكم اياها انا وتعبت فيهن وعلى هذا الاساس يعني انو ما اشرح لكم مياه المرة ثانية وانما راح اشرح لكم كلاس محاضرة محاضرة فاليوم عدنا كلاس وان كابيتي كلاس وان منيجيكم بايشنت للعيادة باعون للبيشنت تتلقون انو اكو تسوس وين صاير التسوس صاير على اعتقد لانش رأيت لكم مخليت لكم صورة عليها بس ان شاء الله نلقي هتشوفون انو التسوس صاير على خصوصا البيت اند الفيشر صباحوا طلاب هسا هاذا هنان كلاس وان حتلقون على البيت اند الفيشر يعني وين ما اكو بيت اند الفيشر هنان وان شرحت لكم معناة الشقوق الصايرة بالسن يسمونها بت اند الفيشر يعني عرفتكم شن هو تلقون على شكو بت اند فيشر حتلقون علي تسوس يعني فهذا يسمونها class وان وبعد يهوالي لclass وان فاقلكم رجعوا المحاضرة لانتدرون انه انا اشرح بالتفاصيل مثل ما قلت لكم واذا هس ادخل بالتفاصيل كلش راح اتراخر والمحاضرة هصير كلش طويلة فclass وان cavity preparation عرفنا وين يصير هنجي هسا نطبق عليه principle هذن اللي قلت لكم عليهم اول واحد هو outline form outline form شنو هو معناته انه الشكل الخارجي للسن الشكل الخارجي للسن وانطرتكم مثال انا بهذه المحاضرة الاولى قلت لكم انه انا هس رسامة من اجي اريد ارسم اني يعني شنو بالبداية احدد الشكل ما للرسمة يعني انا هس من اجي ارسم ابنية احدد الشكل ما للبنية بعد نكش ما مزاوب مجرد ما احدد فهذا يسمون outline form فشنو داي يقول لك هنا داي يقول لك outline form هو الشكل الخارجي للسن هس اذا انطيكم طلاب هس خل نشوف شوفوا عيني اهنان ليش ما نزل الصور انا ما عرف ليش خل نفرض الطلاب خل سوي لكم على هاي الصور اعتبر هذا البل احمر كافيتي خل نفرض انه فتحت كافيتي هنا واجهت فتحت كافيتي هنا هذن اثنين هذا الكافيتي الاحمر اللي انت حفرت يعني وهذا الكافيتي طلاب هذن اثنين اثنين كلاس وان وكلاس اثنين زين شون شون اللي يختلف بين هذا الكافيتي وهذا الكافيتي تمام اللي يختلف به هو الشكل الخارجي مالته تشوفون انه هذا جاي هيتش وراجع وهذا جاي هيتش وراجع فهذا هو هذا هو الشكل الخارجي مالة الكافيتي الخارجي يعني يعني اذا اسألكم وقلكم شنو الفciplce هاتقولون هذا شكل مالته طريقة الحفر مالته يختلف عن الشكل مال هذا الكلاس اللي انتي مسويته فهمتوا اللي هنانا فش داي يقول اللي هنانا داي يقول اللي form هو shape of the cavity شكل topics which came facebook around angle of the cavity assume after preparation يعني شون الكيفوسيرفزلاين أنجل؟ هسا انتو هنانا خلنفرض هذا كلاس وان ماشي طلاب؟ هذا كلاس وان هذا الكلاس وان هذي وهذين كلياتهن ثمان طلاب هاي يسمونها كيفوسيرفزلاين أنجل يعني شنو كيفوسيرفزلاين أنجل؟ أنا بنسلع عنها صورة شوفوا طلاب هسا هذا نفرض هذا كلاس وان هذه هي الكيفو surface line angle هذا طلاب الكيفو الكيفو معناة cavity surface معناة سطح السن هذه وهنا نصار الزاوية بين cavity وبين سطح السن فيسمونها كيفو surface line angle وعليه شنو قال لي قال لي انه انت بعد ما راح تحفر راح تبين عندك شنو الكيفو surface line angle عربت شنو outline قلت لكم هو الشكل الخارجي للكافيتي ابربريشن شنو يقول لي هنانا شون انت راح تطب للاكزز ماتة انت هسه اجاك مريض للعيادة عنده تسوز وانت جيت هسه جبت التوربين او الهاند بيس ماتك وهو ما يصير نطب بهاند بيس لازم توربين شرحت لكم اياها بالادوات جبت التوربين اول مرة بس انتو بالمختبر خلنفض تشتغلونه بهاند بيس جبتو توربين تريدون تدخلون بالتسوز تريدون تطبون تشيلون هذا التسوز الاكزز شون راح توصل لي يعني اولا gain initial axis via the most curious part of the tooth يعني يقول لك حصل انت على الدخول الاول اول ما تيجي تريد الطب اول ما تحط البير على التسوز ميش قال لك هذا قال لك الانيشيال اكزز الوصول البدائي روح على الموس كريز بارك اتباوع عسن ماتيك مال بيشنت اتباوع عسن مال بيشنت تمام طلب شوفوا اتباوع عسن مال بيشنت هناك وين تلقي وين اكثر كريز وين اكثر منطقة مثلا خلنفض انه هذي منطقة خلنفضه هي شي التسوز صاير هناك وين اكثر شي فانت تيجي مناي وين اتدخل هذا البير على اكثر منطقة دا يقولك the most part اكثر جزء او الاغلب على الاغلب جزء اللي بيه هواي كريز part of the tooth اتباوع عسن شوف يا جزء بي تسوزوا هوايه الطبي المارجن شود بي بليز on the sound to structure معناته شنو هنانا طلاب اخذوها من هسه انا من جيد حفارة السن لازم لازم يعني هو مو فتشي لازم هاية وخلوها وياكم هاي البعض ينتفيدكم حتى يرجعوكم على متى انه لازم المارجن اللي تبقى عندي شكت لازم لازم اثنين كلها لازم لازم طلاب اهنانا تمام ويايا هو اليوم يعني يوم من الحق انا دا احتي مادة وشنو اهنانا دي شوفون هاي المارجن هي هاي المارجن واخذتوها بالاناتومي مالي الاول هذي هي المارجن مالة التوث دي يقول لك هاي المارجن لازم انت تخليها sound sound معناته sin salim mabi ولا قطرة تسوز بده يقول لك هذي المارجن زي اللي خليتها خليها اولا على sound tooth على sin mabi تسوز بس هاي بنفس الوقت ترى لازم تخليها 2 ملم اوكي لازم شرط اساسي انه انت تترك من تجي تحفر السن لازم على الاقل تخليها 2 ملم اذا صارت اقل من 2 ملم مثلا اذا صارت واحد فانت بعدها هي اكسرها لان ما تفيدك ما راح تحافظ لك على الحشوة بالتالي راح تحول الحالة الى class 2 يعني لازم تشيلها وتفتح اذا فتحت هذه فهو يتحول class 2 بده يقول لك انه خلي المارجن على sound tooth خليها على سن سليم وبالمحاضرة الجاية راح يغضلكم انه المارجن لازم تبقى عدكم 2 ملم هذا شيء كل ضروري واجب عليكم اصلا داي يقول لي هنا داي يقول ان class 1 all occlusal features كل occlusal features يعني شنو occlusal features اللي هي هاي التشققات اللي بالسن صار على occlusal تشوف طلاب هاي هاي التشققات الصايرة بالسن يسموها occlusal feature and feature هنا يقول لك بclass 1 كل occlusal feature and على الاقل that in development group have been including in the preparation even in carries has not extended throughout the feature يقول لك يعني شنو انت انت عندك تسوس بهذا الفشر بس شبي التسوس مرات يقول لك انه التسوس اه وقفت المحاضرة يعني المقطع بس على مود لأ طلع لكم صورة طلاب مرات يقول لك هنان شنو انت هنا ي التسوس عندك هذا بالاسود اوكي بس مرات انت رح تضطر الشي الاكثر من عنده يعني رح توصل هنانا وهنا 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 وحتى بالdevelopment growth اتو اكيد اخذتوها وراح تهي تاخذ هذا كل تشيل زين ليش شنو السبب خليني نقرح السبب شنو يقول لك وعلى الاقل the development growth have been included in preparation يعني شنو included شلت انت ود تحفر يعني development growth وشلت مناطق اصلا يعني اكثر من الفشار اللي عندك مثل ما شوفتكم بها الصورة هو التسوس ما واصل هنان هس طلاب انا من قلتلكم ناخذ منا يا هسه مناخذ هايا واخذ هايا واخذ هايا هو ما كو بهن تسوس بس انا من در اشي للتسوس مشيت عليهن زين ليش شنو السبب احنا مودين نقول انه لازم يكون conservative اقل ما يمكن فلنقرأ because it has noted انو الكريس dentine also not evident visually or radiography seen at the base of the fissures there is strong evidence that the karyse dentine may be present at the base of the sealed fissure طلاب هاد يسمون extension for prevention شينو يسمون extension for prevention يعني معناته انو انا راح اطار اخذ اكثر من الكريس اللي عندي اخذ من السن انت شلت التسوس بس راح تضطرت اخذ سن يعني ما بي اصلا تسوس يعني جزء ما بي تسوس مثلا هسا انو انو من جيت عندي هذا الكو ماشي طلاب اذا اكو صورة الى ما اكو صورة خلن ارجع بالفداية بلك القي لكم صورة علي انو انو انت من جيت عندك تسوس ليش ما حاط ينصب خلن نفرب عندك التسوس شنو اهنان بس وهنا ايه اوكي جيت انت حفرت هاي المنطقة نفسها ويجيت طلعت على هذا الdevelopmental group وطلعت على هذا الdevelopmental group وطلعت على هذا النذن اللي بدأ تشيل بيهن بالبيارات انت اصلا ما عندك بهن تسوس بس انت شيلت ليش هذا يسمونه extension for prevention انو اني على مود احافظ اوكي على مود احافظ انو الامالقام تقعد بمكانها اشيل ام extension معناته انو تنغص بسوي امتداد بالكابيتي اتمدد بعد على مود تحافظ معناته وقاية او انو تحافظ على شي فانت على مود تحافظ على الحشوة تقعد بمكانها راح تضطر شنو تاخذ يعني تاخذ جزو اصلا ما بيهو حتى تسوس ففهمتم معناته شنو for prevention وش يقول لي بعد هنان بال extension for prevention يقول لك انو بسبب انو انت لاحظت انو الكريس ديانتين not evident visually انت ليش مشيت زايد ليش اخذت زايد بالسن انو مو تسوس بس انت شلته يقول لانو انت كطبيب لاحظت انو تسوس واصل لل ديانتين تمام احنا معدنا اينا مالو ديانتين انت سويت هاي الخطوة ومديت بالكافيتي من دار تحفر على مود انو انت لاحظت انو الكريس واصل لل ديانتين بس هذا ما قدرت تشوفه بالعين او ما قدرت تشوفه بالاشعة ما قدرت تشوفه بعينك المجردة اوكي انو التسوس واصل بس 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 انو انت تحفر لقيت انو انو تسوس واصل لل ديانتين فلازم تشيله اوكي طلاب بس انت مثلا هس اجاني مريض طلاب صادفتني بالعيادة اني اي 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 هي طالبة ويان فقات سويلي حشوة تاني البارحة فاجلت اسوي لها حشوة وهو شنو لو تباعون اصلا عبالك تصبرات حتى مو تسوس كل ش صغير التسوس الموجود بالسن تمام طلاب فاجيت اني فتحت بالتورباين امشي وما فتحت الكافيتي لقيت انو شنو التسوس كلش يعني هواية صاير جو الانامض فاطغيت انو اني شنو اشيل من السن بعد اني هذا التسوس ما قدرت اشوفه بعيني اول مرة انو هو واصل للدينتن ولا من اخذت اشعة عرفت انو هذا التسوس واصل للدينتن بس من اني ودر افتح عرفت انو هذا التسوس واصل للدينتن والمفروض انو اشيله فامتدي اتبي عادي ليش اتبي اتبي غصبا علي لانو امتد بي لانو اني لو مثلا فاتحة بس على قد التسوس الموجود بالمينة وجاي بحشوة وحطتها اوكي ورا فترة اكيد التسوس راح يمشي بعد والحشوة اصلا بعد ما تبي يعني ورا يوصل للبال باحتمال وبالتالي راح يسوي له حشوة جذر ورا نقلع السن فاحنا سويت السن ما سويت السن اوكي اذا يقول لك احتمال احتمال هذا التسوس الموجود بالدينتن موجود بالسيلد يعني معناته شنو السيلد فشر معناته انو هاي الفشر انا من اعالج راح اخليها مادة وراح اسويه السيلد يسمونها انتو هسا بس احفظوا انو الفشر نخلي لهن مادة هذين التشققات البس نخلي لهن مادة ونسوي هن شنو سيلد خلا شوف اذا عندي صورتهن ونسالفة هاي باعوا هسا هذي عندي هنا تسوس هاذا بالفشر بالتشققات شوفوا هنان شون سويت انسيلد راعوا هذي قبل وهاي بعد سويت انسيلد خليت الان مادة واخرت هذل فسويت شنو سيلد للفشر هاي هي يعني هاي الملاحظة كلها هي جزايد منعتهم بس انت اخذ ببالك انو راح تجيك حالات بالعيادة راح تضغط تمشي بالسن لانو انت فتحت السن ولقيت انو تسوص واصل بعد للدينتين فرح تضغ الشي له وبالتالي على مود انو تحافظ انو ما يبقى لك اي تسوص بالسن ماتك وتحط الحشوة للمريض نجو على ثاني برنسفل عندي هو طلاب مناحظة انو الحشوة البلاتينية اللي هي الامرقام هاي الحشوة المعدنية هاي الحشوة المعدنية هي ما موجودة هنا طبعا الحشوة المعدنية شبه هاي خلوا ببالكم من هس والحد ما تتخرجون وبعد التخرج واكد هي راح تنطبع ببالكم انو هاي الحشوة المعدنية ما تلزق بالسن مو مثل الكمبوز تلزق بالسن وحنا نسوي لها يعني نسلط عليها ضو وراح تصير صلبة وتبقى بالسن بس الامولغام اللي هي الحشوة البلاتينية الحشوة المعدنية هذي ما تلزق بالسن زين احنا لازم شنو نسوي على مدن قاعدها بالسن عمدن قاعدها داخل الكافيتي اللي احنا حفرنا انت وشطارتك لازم انت تسوي كافيتي هذا الكافيتي راح بشكل شي بشكل تسوي بشكل بحيث يمنع انه الامولغام تطلع خارج الكافيتي يعني بالمختصر انه تسوي كافيتي بحيث انه الحشوة مال الامولغام تنحشر بهذا الكافيتي يسجنها بعد ما يخليها يطلع انه هذا الحفر هسه الحفر تبعو طلاب هذا الحفر من احط بها حشوة امولغام من احط حشوة امولغام حشوة الامولغام راح تبقى قاعدة مكانها متقدر تطلع بعد تمام فشنو يقول لي يقول لي انه ريتينشن هو the shape of the كافيتي ذات بيرمنت انت تنطي شكل الكافيتي تنطي شغلات صغيرة تركات تمام بالكافيتي تسويهن شكل بحيث يسمح لرستوريشن انه تقاوم التزيبليزمنت تقاوم الازاحة يعني تسلط عليها قوة اكل هاي قوة الاكل مطلحة من مكانها تخلي الامولغام لازم محشورة انت بالكافيتي انت كطبيب اثنان من سويت كافيتي سوي بي شغلات صغيرة بحيث من تحط الحشو الحشو بعدها هي انسجنت بالسن اي قوة تسلط عليها ما راح تطلع من مكانها من خلال معناته شنو ما رايدي منعتكم بس كتوضيح معناته شوفوا طلاب انه قوة تدفع السن توخره من مكانه شوفوا هنانا هاي هي قوة دافعت سن موخرته من مكانه فيسمونها تيبينج هسا نجي نكمل the shape of the cavity هاي tipping or lifting force عرفت لكم اياها زيان انت هسا تقول الدكتورة انت تقول لين نسوي cavity بشكل انو يحشغ الامال قمزين احنا مدن نفتهم اصلا شو حنسوي انا حقول لكم انتو بإذن ما تحفرون حسو شغلات من خلال هزا يدون الريتنشن لكم ازا يدون الريتنشن بالحشوة مالتكم شون انا ازايد الريتنشن تعالوا اولا the tooth should be barrel to each other يعني شنو بارل اولا طلاب من تجي تحفر وهاي اصلا الدكتورة ترجعك علي هذا ما سويته اول شغلة يا اما يكون بارل يعني سطح موازي الى سطح شوفوا يا اما هي شي سطح موازي الى سطح من حفارة انته او يكون convergence اكل معناته شنو convergence اكل معناته طلاب convergence معناته تضيق تضيق باتجاه شنو تضيق باتجاه الاكل و جل ضعوا هسا هذا هذا السن هنانا شون متضيق شوفوا انا شسويت سويت الوال هاذي وال هذا جدار هذا جدار باثناء ما انته تحفور شوف سويت ضعوا المسافة من جو شكذا عريضة ومن فوق شكذا قليلة انا شنو سويت تضيق باتجاه الاكلوجل وين الاكلوجل هذا الاكلوجل وهذا البالبل طلاب اللي رايح باتجاه البالب او الجنجايبل يسمونا بالبل او جنجايبل اللي باتجاه الاكلوجل يسمونا اكلوجلي فانت هنان تشوفون انه هذا شون انا مساوية هنا وين الجدران ملاتي كومفيرجنز اكلوجلي من ضيقات ضيقات من جهة الاكلوجل وعريضات من جهة البال تمام حتى انطيكم بعد شوفوا هسا هنان هذي هنان بارل او كومفيرجنز شوفوا شون من ضيقات من فوق ومن جهة عريضات حتى هنان داي وضح لك داي يقول لك شوف انه هاي المنطقة بي هاي المنطقة بي وهاي المنطقة اي فدي يقول لك انه بي اكبر من اي فهذا معناته كومفيرجنز انه اني ضيقت باتجاه الاكلوجلي فدي الابزنج وور شود بي بارل يام ميكون بارل من ضيقات باتجاه الاكلوجلي خمس درجات تقريبا مهماية هذا الكمفيرجنز دون اون باكل اند لنقوال وور يعني انت من دات حفور تباوى على الباكل واللنقوال شوف هنانا طلاب هاي من جو شكد عريضة ومن فوق شكد ضيقة من صعدت لي فوق صار ضيقة انت ودات حفور شون مثلا هسا انت حفور تكملت تجي عاد تاخد من ناية من ناية شوية ومن ناية شوية فاتعرض هاي المنطقة اللي جوه هذا سطح اللي نقوال وهذا سطح الباكل تاخد منعتين من نا ومن نا تشتغل عليهم وتضيقة من فوق بحيث تضيق من فوق هسا انت حققت اول خطوة من خطوات ريتانشن اول شغلة اجيت سويت سويت ضيقت بحيث هسا شوفوا طلاب هلا احتيلكم اهنان شوفوا هسا هذا مو مسوي هنا مسوي مناية مضيقة ومناية عريض تخيلوا ايا هسا انه انتو حطيتوا هاي الحشوة الامالقام المعدنية هنا اها تغشتوا هذا كل حشوة الحشوة تقدر تطلع اذا طلعت اذا تريد تطلع من مكانها فهذني هنا يوين اكبار اكيد راح يطخن بذني وهذني ما راح يخلي هني يطلع من مكان هن فانت طبقت شروط ريتين شلو ما طبقت هن طبقت هن انو راح تخلي الحشوة قاعدة بمكان ها ثانيا انو شنو عندي عندي معناتها شنو فلات انو انو الارضية ماتتك اللي حفرتها لازم تكون مسطحة تمام طلاب يعني هاي الارضية ماتتك هذه هزا هذه 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 لازم تكون الفلات مو صاعدة ونازلة طلاب الفلات مو معناته انو انت نعم لا فرقوا بين ال smooth وفرقوا بين شنو وفرقوا بين الفلات الفلات معناته انو الارضية ماتتي مو جزء بخلا مسحلكم هذي هنانا شوفوا بالله ما عندي اعتق الصورة شوفوا هنانا هاي فلات هاي الارضية ما تفضل شوفون شون فلاتي هنايا ما اريدها اني هيكي صعدة هيكي مثلا صعدة منطقة ونازلة منطقة لا هذا الشي غلط هذا الدكتور اصلا راح ترجع يرجعك يقولك هذا غلط باور فانت شنو راح تضطر تلزم البير وظلت اخذ بهاي المنطقة بهاي المنطقة الحد ما اخر شي شنو سويها سويها كلها فلات كلها سويها نفسها السطحية دا شوفونها قدامكم طلاب من الاخطاء اللي سنطلاب وقعوا بيها بالمختبر وانت شنو اشوف انو شنو يودونها للدكتورة الدكتورة تقول لهم سووا ليها شنو سووا ليها فلات اريدها اني لازم فلات مثلا ودوها اكو علو هنايا اكو علو بهاي الارضية وهي شي صايرة هما شنو يزمون يزمون البيار يجون يزمون البيار ويقومون يحفرون هيتي 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 ينزلون بي انتو بهالاثناء مد تسوون كل شي انتو فقط صح دا تنزلونه بس بنفس الوقت مدت مدت توخرون هاي المنطقة هاي الصخرة اللي هنا يعدكم بس دا تسوونه ديب وبالتالي دا يصير كلش ديب وشغلكم دا يصير مخربط فانت اذا وديت للدكتور والدكتور قال لك اريدها فلات وانت مثلا عندك شوية هنانة تجيب البيار ماتك على المنطقة العالية تظل تنزل بيها تظل تنزل بيها الحد ما تسويها بنفس مستوى المنطقة الناصية مو عندك مثلا هاي منطقة عالية بالسينماتك تجيب البيار الظل تاخذ بهاي المنطقة الحد ما تسويها بمستوى هيتي عدل فهذا هو الفلات راعوا انو الارضية مالتكم تشوفون هاي الارضية مالت السن هاي الارضية لازم تكون شنو ما صعدة ونازلة قصورة نزلتها هنانة شوفوا هنا ضلات شوفوا هاي شون صعدة الارضية مالتكم هذا الشي غلط احنا مانو ريتها هيتي تشوفون هاي شون صعدة هيتي فمني تقول لك الدكتورة وديت الهياج وقالت لك روح ارجع عدل لي اياها انت شنو راح تجيب البيار وتاخذ هاي المنطقة تظل تنص بيها الحد ما تسويها مثل الشارع عفلات هذا الشي غلط ضلات شوفوا انو منطقة صعدة ونازلة غلط حتى شوفوا هنانة فمن تجيب هذا البيار عندك تروح عالمنطقة العالية الموجودة عندك مثلا هاي ودقوم تنزل بيها سويها بمستوى المنطقة الناصية طلاب كل شي راحت لكم عن هذا فيعني اعتقد وصلت لكم الفكرة شنو معنى ريتانشن ثالث شي انو الآتلاين فورب شد بيصن يعني شنو شد بي حاول قدر الامكان قدر الامكان حاول انت شنو تسوي تسوي زغير ليش تسوي زغير على مود الحشوة تحشر بي وعلى مود اصلا يعني شنو ما اه تسلط عليه قوة وبالتالي هو مثلا هسا شوفوا لو الكابيتي مثلا اللي موجودة هنا مثلا لو في تحته هي تشي هذا كل شي اللي تنهذني وفي تحته هنانا تشيبيض الحشوة من تقعد بيه اوكي اقل قوة راح تسلط عليها مباشرة حتزغق من مكانها لانو الكابيتي تشيبيض معتها مساحة كلش واسعة وما ملزومة منا ومنا فهو دي يوصيك انو اذا تريد ريتينشن سوي الاوتلاين سوي كلش صغير قدر الامكان ففهمتو شنو معنى انو انا اسوي ريتينشن من اقول لكم سووا الكابيتي بشكل بحيث انو يحافظ على الحشوة بمكانها هدا النيد ثلاثة اللي شرحتهن تجي على ثالث ثالث شي اللي هو ثالث شي انو انا شنو اسوي انطي 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 الشكل مقاومة انو معناته اريد ازيده مقاومة 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 الحشوة للكسر مقاومة التوت للكسر انا من جيد حفرت السن طلاب بالتالي انتو انتو من حفرت السن راح تضمنون ومخلين ببالكم انو 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 الحفر هاذه مو يروح يكسر السن ومثلا تبقى عندي منطقة كلش ضعيفة بالسن واقل قوة السلط عليها راح تنكسر هذا الشي خطأ شغلكم كل خطأ فاذن معناته هو الشكل راح تسوون الكافيتي بشكل يسمح لكل الحشوة والتوت نفسه انو يقاومون شنو او يتحملون الاكلوجال فورس بدون انت اذا حطيت الحشوة كلش قليلة حطيت حشوة قليلة مباشرة اقل طخة اقل شي الحشوة راح تنكسر اذا انت اخذت كل السن وخليت بس منطقة شوية من السن السن راح ينكسر باقل قوة السلط عليها انا هذا الشي ما اريده لازم اتجنب زيني شون اتجنبه هسا اقل لكم abbreviation of fracture of the tooth انا شون امنع السن ما ينكسر هسا اقل لكم اولا الفيشيولنجول width of the preparation should be not exceed 1 على 4 intercasual distance يعني شنو خلي اجي اشوفكم بالصور طلاب ال intercasual distance تشوفون هذا اللي بالازرك هذا كاسب المساحة من هذا الكاسب الهذا الكاسب اسمها intercasual distance هاي هي intercasual distance فانت اذا اجيت حفرة هاي المنطقة هاي المنطقة لازم تخلي مني هذا الكاسب الهذا الكاسب 1 على 4 اعتقد 1 على 4 ايه لازم اش قد تخلي 1 على 4 ماشي طلاب فيه المسافة بين الكاسبات من هذا الكاسب لهذا الكاسب لازم تبقى 1 على 4 شوفوا طلاب فالمسافة من هذا الكاسب هذا الكاسب لازم تكون 1 على 4 ربع يعني يعني انت من تفتح الكابيتي ماتك تفتح فقط غبع ما يصير تفتح هالقد ما يصير هي تفتح هالعرضات لا هذا الشي غط لازم منا يوينه الحد هنا تاخذ فقط غبع المسافة شوفوا السطلاب هنا شون ما اخذ غبع المسافة منا لهنا منا لهنا ايه اوكي اهني اذا اول شغلة انت اذا تخلي اللي السن والحشوة ما ينكسر او تخلي السن ما ينكسر لازم شو تسوي تاخذ فقط غبع المسافة منا لهنا غبع بس نلفيش ياللي نقول بعد شنو لازم ريموفوبل اف ان سببورتد اينامل باي ميكينج دا مارجن تسعين الى مية وعشر شنو الان سببورتد اينامل الان سببورتد اينامل معناته شنو الان سببورتد اينامل هي ما غاح تشيلون انتو هي معناته اينامل بدون دينتين يعني اينامل اذا بالعيادة ما لدكم او انتو او انتو تحفر بالعيادات ايجدتك شفت انو المينة صارت كلش بيضة هي شي مثل البودرة مع الطحين فهاي يسمونها واقل طخة توقع هاي يسمونها انسابورتد اينامل هاي اصلا ما يصير تخليها انت بالسن لازم تشيلها معناته اينامل بدون دينتين ماكو جواها دينتين احنا اللي نعرفه طلاب اللي نعرفه انو سطح السن او السن كله يتكون من اينامل بعدين يجيها دينتين بعدين يجي البالب هذا الشي خالصاني منه من المرحلة الاولى صح؟ فانتو انتو تحفر مثلا هسا ايجيت طبيتي هنا بالتسوس مشيت هاي المنطقة اصلا ما بيها تسوس ايجيت لقيت هنا تسوس فتمشي عليها بس بها الحالة الاينامل ضلت فوق ما بيها تسوس ما شلتها ان شلت بس الدينتين جواها ليه شلت هذا الدينتين لان بيتسوس تشوفون هنا انو هاي الاينامل باقي او الدينتين شايلتها انو لانو بيتسوس فهاي الاينامل اللي بقت هسا هاذي وهاذي هاي شي يسمونها يسمونها unsupported اينامل لازم نشيلها ليش لانو اذا ما شلتها اذا بقت راح تنكسر باوع اقل طاقة شنو اقل طاقة تنكسر وكي طلب انو بس دايقولي دايقولي شيل الان سببورتد اينامل making the margin 90 الى 110 ليش لانو اذا كانت اقل من 90 degree of the tooth is the most subject to fracture طلع ابعتكم شي اسمه كيفو surface line angle وخذتوها سانطيكم صور عنه باوع شوفو الدينتن هو الاصفر الدينتن هو الاصفر والانو اينامل هي البيضة تشوفون انو هاذ هاذ هسا هاذا الاحمر اللي هنا اكو جوه دينتن صفر لا ما اكو جوه فهاي يسمونها unsupported انو راح اجي على كيفو surface line angle كيفو surface line angle انتكمل التحضير هذا الكافتي معناته شنو كيفو والسيرفز هذا هو سطح السن الخارجي او الداخلي سطح السن بين سطح السن وبين الكافتي تشكلها الزاوية اسمها كيفو surface line angle براع طلاب هاي الزاوية هاي الزاوية اش بيها لازم تكون تسعين او مية وعشرة من التسعين الى المية وعشرة اذا كانت اقل من تسعين مثلا التسعين باعوا يعني زاوية حادة نفسها ستشوفون هاي اهيتي زاوية حادة اذا كانت اقل من تسعين فبالحالة شنو اسا راح ينكسر تمام اذا اقل من تسعين درجة راح تصير انساب بورتد اينامول يعني اينامول ماكو جواها دينتين وبهالحالة قلتلكم هاي الانساب بورتد اينامول اقل المينة اللي ما جواها دينتين اقل طاقة راح تنكسر اوكي فالتوث بالتالي راح ينكسر واذا كانت واذا كانت هاذي المينة واذا كانت اكثر من مية وعشرة انا قلتلكم يا تكون بين التسعين اذا كانت اقل من تسعين درجة فالتوث شبي راح يكون معرض للكسر واذا كانت ام خليلكم بعد يمكن بالتسعين هو ام خليل عليك قلل